بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من خرجنا تونا من صلاة العصر والحمد لله يعني الآن نحن خارج المصلى القبلي وهذا الصور الجنوبي الذي تقلمنا عنه تحت المصلى القبلي كما قلنا هناك مجموعة من دوابات على مدى هذا الصور هناك باب ثلاثي وباب مزوجة وباب مفرد وكلها مغلقة من هذا الاتجاه وعندما نسير مع الصور الشرقي للمجر الأقصى هناك مبارك هناك بوابتين أيضا من مغلقين باسم باب التوبة وباب الرحمة وهما كما قلنا في السابق البوابتين التي يعتقد الكيام أو يعتقد بنا وسرائيل أن الأعور الدجال عندما يحضر هم يقولوا طبعا عن المسيح ولكن نحن معلم أن المسيح عليه الصلاة والسلام سيدنا إيسى عليه الصلاة والسلام عندما نزل هم كذبوه واتهموا أمه واتهموا أمه بالبغاء لذلك هم ينتظروا المسيح ولكن سيكون انتظارهم على الحقيقة للأعور الدجال هم يعتقدوا أن المسيح سيأتي من هذه البوابة المتواجدة على الصور الشرقي من المجد الأقصى وذكر أن محاولة الاستلاء على هذا الباب ما بين باب التوّب راحني مستمرة وفي عملية إصرار كبيرة حيث أنه تم القيام بإجراءات كثيرة للسيطرة على المقبر المتواجدة خلف الصور أو أسفل هذا الصور وتدعى مقبرة الرحم وهي من أكبر المقابر التي يدفن فيها المسلمين وبالأخص من البلد القديمة المتهمة ومن المناطق المحيطة في بيت المختص والبلد القديمة مثل السلوان رأس العمود أكتور السلوان وادي الجوز هاي المناطق كلها يعني تقوم بدفن موتها إما في مقبرة الرحمة أو المقبرة اليوسفية هم مقبرتين متقابلتين تفصل بينهم منطقة أو باب الأصباط وشارع الأصباط حتى يتصل بشارع ريحة فهناك محاولة محمومة للاستيلاء على مقبرة باب الرحمة فقد تم كثيرا محاولة منع الناس دفن موتها في هذه المقبرة وإعاقة عملية الدفن في محاول الاستيلاء عليها يعني يستمتون للاستيلاء عليها وبالأخص المنطقة التي يتواجد فيها هذين البابين نحن الآن تقريبا في المنطقة التي يتواجد فيها بابي التوبة والرحمة نلقي عليهم نظرة بإذن الله نظرة سريعة للعلم هذه المنطقة الحرشية والتي يكثر فيها أشجار الزيتون تسمى عندنا نطلق عليها تومة تومة الآن صاحبة من هذا المكان للوصول إلى باب التوبة والرحمة بإذن الله خاطئها نلقي الزيتون خلف ف slight دونطور هذه المنطقة تستخدم كمنطقة تشعر أو تخزين بإذن الله باغراض نعم هذين هما باب التوبة واباب الرحمة وهم مغلقين كما نرى ولا يمكن الدخول لهم ولكننا سنقوم بتصوير البابين هنا كما نرى هذين البابين بابين صخريين كبيرين منطقة كبيرة جدا في الصور الشرق من اسوار المسجد الاقصى مبارك ويمتدين هذين البابين حتى يلتقيان بنفس الصور بنفس الصور ومن الخارج هناك البابين مغلقين كما تكلمنا ويعتقد كما قلنا ان الاوردجال سيكون بالدخول من هذا المكان هذا هو الصور هذا البناء الضخم للبابين من الداخل داخل المسجد الاقصى والبابين هما يفضيان الى منطقة من الخارج الى منطقة باب الرحمة وهم مغلقين كما تكلمنا ويقال ان مفاتيح هذه الابواب يعني الابواب الداخلية يعني ابواب مثلها مثل باقي ابوابات المسجد الاقصى تم الاستيلاء على مفاتيح هذه الابواب في الرابع عشر من هذا الشهر عندما اتخذوا عندما اتخذوا عندما اتخذوا ما جرى داخل المسجد الاقصى كذريعة للقيام بالكثير من الاعمال ويقال انهم استولوا على مفاتيح هذين البابين من الداخل ولم يتم ارجاع هذه المفاتيح لغاية الان مرة اخرى يعني من منطقة ابعد قليلا نلقي نظرة على بابي التوبة والرحمة هذه المنطقة هي منطقة باب التوبة والرحمة وكل هذا الصور على كل الصور يعني من اوله الى اخره الصور الشرقي من اصور المسجد الاقصى وهذا الصور ايضا يعتبر صور للبلد القديم هو صور مشترك هو صور للمسجد الاقصى وهو صور للبلد القديم من القدس وخلف هذا الصور هناك مقبرة كما قلنا مقبرة الرحمة لعل الان عندما اخرج من باب الاصباط نعلم يعني في نهاية الصور الشرقي نصل في الزاوية الشرقية الشمالية الى باب الاصباط سنخرج من باب الاصباط وهو باب من بوابات المجد الاقصى ثم نخرج من باب الاصباط وهو باب من بوابات البلد القديم وندخل الى منطقة مقبرة الرحمة ونشاهد او نطل على بابي الرحمة والتوبة من داخل مقبرة الرحمة وباب الرحمة حتى نتبين هذين البابين نحن نصير الان باتجاه باب الاصباط احد البوابات المجد الاقصى ها نحن وصلنا باب الاصباط وكان هناك باب من هنا باب مقلق خلف الخزانات يعني نستطيع ان نتبين طريقة هنا فوق هذا الخزان هذا الباب كان يسمى باب الجنائز حيث تدخل الجنازة من مقبرة الرحمة مباشرة الى داخل المجد الاقصى دون الحاجة للالتفاف والدخول الليكم السلام عليكم دون الحاجة للالتفاف والدخول من باب الاصباط وهو احد بوابات السلام عليكم البلد القرن طبعا هنا يعني يتم او مقبرة صغيرة من الخارج يتم فيها دفن الناس الذين كان لهم شأن مع البلد القديم والمجد الاقصى بالاخص وهذه الساحة يعني هي ساحة الغزالي التي شاهدناها خلال اسبوعين او الثلاثة الماضية بشكل واسع وكبر الآن الآن نحن نصل الى بوابة الاصباط وهي بوابة من روابات البلد القديمي وهذه البوابة تطل كما قلنا على مقبرتين من الجهة اليمنى نصل الى مقبرة الذي رحمنا من جهة اليسرى نصل الى مقبرة اليسرى وكلتهما تسيران مع الصدق سندخل الى مقبرة باب الرحمة الان هذه المقبرة مقبرة باب الرحمة وعندما ندخل يعني يصادفنا اولا الدعاء تذكيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وان وانا ان شاء الله بكم لاحقون اصلا الله لنا ولكم العافية انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون نتقدم داخل مقبرة الرحمة يعني هذا الصور الذي كنا نسير بمحاذاته من داخل المجل الاقصى نحن الآن خارج البلد القديمي فهذا الصور مشترك ما بين المجل الاقصى ما بين بيت المقدس نفسها والبلد القديمي البيت المقدس طبعا يعني ناس الله سبحانه وتعالى ان يغفر لكل هؤلاء الصالحين والمصلين والمرابطين في بيت المقدس وهنا اخواني نذكر ان هناك بعض الكبور للصحابة متواجدة في هذا المكان مثل قبر الصحابي عباد بن الصابت نكمل شواء ان شاء الله معصور نحن نقترب من بابي التوبة والرحمة من خارج المغلقين بالحجارة اخواني 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 لا مراجعة وعمل من دائرة المقابر عندها عمل كبير لابد من توثيق جميع الكبور حتى لا يتم صرقة الاماكن المتواجدة فيها نعم ها نحن نقترب من كما تكلمنا هي بوابة ضخمة جدا بوابة باب التوبة وباب الرحمة الآن نحن امام البابين المغلقين بابي التوبة والرحمة طبعا يعني هذه المنطقة تطل على منطقة رأس العمود وهذه الكبور التي نراها امامنا امامنا الآن هي قبور لليهود صعودا حتى جبال الزلتون يعني الفرق بيننا وبين اليهود ان اليهود لا تدفن موتاها بعضها فوق بعض لذلك تتمدد المقبرة بصورة سريعة جدا وليس كما مقابرنا يعني تبقى بنفس الحجم تقريبا لانه بعد فترة يتم دفن مكان انسان اخر يعني هذه المنطقة هي قبور لليهود ثم المنطقة التي نراها منطقة باب الرحمة هي قبور للمسلمين نعود ادرجنا اخواني ان شاء الله اه تكلمنا امامنا الآن من الجهة الشرقية جبل الزيتون ومن الجهة الجنوبية نصل الى رأس العمود وسلوان ومن الجهة الشمالية نعود ادرجنا باتجاه البلد القديم الى حيث بدأنا في جولتنا الى شارع صلاح الدين شارع اريحة شارع سلطان سليمان شارع نابلس وشارع المسرع الشارع الذي ينزل اه او يخبط من شارع سلطان سليمان الان نرى ويسمى شارع اريحة كما تكلمنا هذا الشارع الذي امامنا اسفل المقبرة هو شارع اريحة شارع الان اخواني ان شاء الله عند العودة والوصول الى باب الاصباط وارث بيت المقدس سنعود وندخل من جديد الى المجد الاقصى لنتم جولتنا على الابواب من الداخل يعني صباحا قمنا بعمل جولة من المصلة القبلي مع اقارب الساعة ومررنا على باب المغاربة وبابي الاصباط وباب المطهرة وباب القطانين وباب الحديد وباب المجلس ووصلنا في النهاية وخرجنا من باب الغوانم الآن الآن سنعود لنكمل جولتنا في بداية هذه الجولة توجهنا بعكس عقارب الساعة وقلنا وقلنا ان هناك مجموعة من البوابات المغلقة الباب الباب الثلاثي والباب المزدوج والباب نفرد ثم بابي التوبة والرحمة ثم وصلنا الى باب الاصباط نعود لندخل من باب الاصباط من جديد ان شاء الله ونكمل جولتنا داخل المسجد الاقصى حتى نعود الى البوابئ التي خرجنا منها بعد الصلاة الظهر وهي بوابة الغوانم هذه البوابئ هي بوابة الاصباط للمسجد الاقصى نفسه يعني عودنا الى ساحة الغزالة وسنكمل جولتنا بعكس عقارب الساعة كما تكلمنا السلام عليكم الله سلمك اعوذ بالله العظيم الله يعافيك بارك وعماركم ان شاء الله الله يحفظكم ينور قلبك بالايمان ان شاء الله عدنا ودخلنا من باب الاصباط من جديد سنكمل وسنكمل كما كلنا بعكس عقارب الساعة هذه مدرسة الاقصى مدرسة الاقصى قسمين هناك الابتدائية وهناك الثانوية هذا القسم الذي يتوسط المسافة ما بين باب الاصباط وباب حطة هو مدرسة الاقصى الثانوية اما القسم الذي يتوسط باب حطة مع باب الغوانمة هو مدرسة الاقصى الابتدائية والاعدادية ان شاء الله سنقوم بذكر المباني في حلقات او في جوالات اخر قادم ونذكر المباني الغرف والمساطب والمعالم الموجودة او متواجدة داخل مدرسة الاقصى قليلا ان شاء الله المأذنة احد اربع مآذن متواجدة داخل مدرسة الاقصى لانها متواجدة قريبا من باب الاصباط نكاد نصل الى باب حطة ومعناه على الصور الشمالي هناك اربعة طوابات او ثلاثة طوابات دعنا نقل لان باب الغوانمة قمنا باحتسابه من الصور الغربي باب الاصباط افتدأنا فيها والان نصل الى باب حطة ها هو باب حطة وقد شاهدنا مجموعة من الفيديوهات في الايام السابق عن باب حطة وكانت تركيز على دخول المسجد الاقصى من هذا الباب الان نرى قبة العشاق التي تكلمنا عنها هذه قبة عشاق النبي امام احد اسبلة الوضوء والشرب داخل المسجد الاقصى وانا كاد نصل الى باب الملك فيصل وهو البوابة الثالثة بوابات المسجد الاقصى على هذا الصور معناه السلام عليكم تكلمنا باب الاصباط باب حطة باب الملك فيصل او باب الاتم او باب العشاق وان اكملنا مع هذا الصور الشمالي سنصل في حافة الصور تكلمنا عن مدرسة الرياض الاقصى هنا هذه الغرف هي غرف صفية مدرسية للمدرسة مدرسة الاقصى ومدرسة الرياض الاقصى هناك بعض البيوت هناك بعض البيوت يعني هذا البيت يخص الشيخ علي العباسي الصف العشر الصف الثامن الاساسي سنتكلم ان شاء الله عن هذه القباب في المستقبل وهذا المصاطب شيئا فشيئا ان شاء الله عن هذه البنايات الآن نحن نتوجه باتجاه باب الغوانم من جديد فبهذا يعني عند وصولنا الى باب الغوانم نكون قد عملنا اليوم في الجولتين التين قمنا بهما بعد الصلاة الظهر وبعد صلاة العصر الآن حلقة دائم كاملة حول المسجد الاقصى ونظرنا في كل بواباته نكون بهذا قد تكلمنا عن كل بوابات المسجد الاقصى وان شاء الله يعني في جولات اخرى نتكلم عن امور اخرى عن امور اخرى داخل المسجد الاقصى يا الله بسم الله يا رب السلام عليكم الله يبارك وعمرك يرضى عنك يحفظكم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الآن نخرج من باب الغوانم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم والسلطان القديم والشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد اللهم عصينا من الشيطان الرجيم اللهم اخفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك لا اله الا انت سبحانك ان كنت معظمين من هذا الطريق مررنا مه في جولتنا بعد صلاة الظهر اليوم عندما نصل المفترق نذكركم اليمين طريق المجاهدين اليسار طريق الالام يؤدي الى الواد الى الامام عقبة الرحبات وتؤدي الى حرط الصادية السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ها نحن نصعب من طريق عقبة الرحبات باتجاه شارع المئذة الحمراء في حي السعدية ولربما ولا ربما ان شاء الله اخواني ايضا نتكلم عن حارات بيت المقدس بصورة عامة اهم الحارات المتواجدة داخل البلد القديم ونتكلم عن البلد القديم هذا حي او حرش العدس وهذا الطريق الهلال وصعودا باتجاه او معبر طريق الراهبات يسارا عقبة الشيخ رحان يمينا شارع المئذة الحمراء الى حي السعدية كل الجهة اليسار تؤدي الى اما شارع الواد او باب العمود او تفضي الى اسواق البلد القديمة يمينا كل الطرقات تعود بنا الى حي القادسية وعقبة الدرويش ومنها نعود الى طريق نوجهي حي مشعل ونعود الى طريق المئذة الحمراء بإذن الله حي مش على الذي رأيناه يعني هو حي سكن مغلق يعني لا يؤدي الى حي القادسية اما عقبة جدات بتؤدي الى سلام ولكم نقل عزلنا في طريق المئذة الحمراء نحن الآن في حارة السعادية وهذا المقطع طريق المئذن الحمراء من حي السعادية نكاد نصل إلى مفترق طرق من اليسار نصل إلى عقبة الميلوية وهذه تعيدنا إلى مفترق الطرق الواصل ما بين باب العمود وطريق الواد وكان الزيت أما على اليمين حي البسطاني يعيدنا إلى عقبة القادسية السلام عليكم السلام عليكم نكتفي أخوتي أحبتي في الله بهذا المقدار على أمل أن نلقاكم من جديد في فترة المغرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته